تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب هذا نصها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني باسمي وباسم زملاء أعضاء مجلس الشورى أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم بالغ الشكر وعظيم التقدير والامتنان على تشريفكم حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وما أوليتموه سموكم من اهتمام بالغ ومؤازرة نوعية لأعمال مجلسينا وتوثيق الصلاة بين السلطة التنفيذية والتشريعية حتى باتت البحرين إحدى رواد العملية الديمقراطية الحقيقية بين دول المنطقة يا صاحب السمو إنني وزملاء الأعضاء نتطلع بحماس لتحقيق مزيد من الإنجازات بالتعاون الوثيق مع حكومتكم الموقرة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه حفظ الله سموكم ومتعكم بموفور الصحة والعافية وأبقاكم ذخرا وسندا للمملكة الغالية وشعبها الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ترجمة نانسي قنقر